صدقوني يا أخوان، هذه البلد اللي ما راح ينجح فيها، ما حينجح في مكانه هذه البلد تفتح جميع سبل الدراسة كل شيء مخصوص بالدراسة المفروض أنه موجود فيها الفرصة العظيمة إذا أنت موجود الآن هنا، أو إذا أنت قُبلت للبعثة، هذه فرصة عظيمة مئات الألوف في السعودية ما حصلوا عليها إنك ما تستغل الفرصة الثانية، هذا يعتبر ذنب ما ستغفر لنفسك إلى يوم القيامة في شباب كثير يكونوا جوهين والأولويات حقتهم مختلفة، تكون الأولوية للخرجة، نقدر نعتبرها سنة نروح فيها عن نفسنا، تعلم شوية إنجليزي، ونحاول ندخل الجامعة وتكون أولوياتهم مختلفة، في نصيحتين وكلمتين أريد أن أقولها لهم هم سيرجعوا يندموا على الفرصة الثانية، ندم كبير والكل يجب أن يضع شيء واحد في باله، الذي يطالع واطي يفضل دائماً واطي البلد هنا ما هو إذا أنت جايب سبعين أو خمسة وسبعين في المئة في الثانوية، أو لك عشر سنين أتخرجت من الثانوية، أو لك طمانطعشر سنة أتخرجت من الجامعة، إذا أنت قُبلت دائماً في فرصة للتعليم، ودائماً في لك فرصة أنك ترجع البلد بشكل أفضل مما كنت عليه، فلابد من استغلالها، إذا الكل يدور على جامعة سهلة علشان يعدي فيها، هنا في كندا لا يوجد جامعة سهلة يبغى له يروح إلى بلد ثانية، بس هنا في كندا يهتم جداً بالليفل، يهتم جداً أن تكون المستويات متقاربة، فيبغى له يدور على بلد ثانية، إذا هو كان يبغى يلعب، لأنه بعد سنة، وأنا لي الآن ثلاثة سنين، وأنا مسؤول عن طباء والطلبة، أحزن كثير لرجوع كثير منهم، جو، جاء هو فشل هناك في السعودية، ورجع فاشل، ورجع حط الأعذر، أعذار بالملايين لأهله، إنه المدرسين كانوا ضده، واللغة الإنجليزية كانت صعبة، والشجر كان يطيح عليه الورق، وهو رايح، مما يأثر على مشيه، وأشياء كثيرة كثيرة أثرت على نفسيته، عدم وجود الكبسة، وعدم وجود مما يحس في النفس، حترجع تخترع لنفسك أعذار كثيرة، لكن أنا أقول لكم، من خبرة، من واحد فشل، واحد بفضل من الله واقف قدامكم، يمثل الأطباء ناجح الحمد لله في البورد الكندي والبورد الامريكي، حاصل على أفضل طبيب في السنة اللي فاتت، على مية ثلاثة وعشرين طبيب كندي، هذه، أنا جزاكم الله خير، أنا ما أقولها هذه لي، أنا بأقولها هذه لكم، لا تحس إنه أنا ممكن يكون مخي أكبر من مخكم، لا لا لا، ترى يعني لو لعبت أحد لعب معي بلاي ستيشن أو الأشياء، ممكن يتفوق عليها بأشياء كثيرة، المخ واحد، بس الكلام أنت، أنت بتطالع لنفسك إيش؟ أنت بتطالع لنفسك إنك أنت حق دبلوم، أنت بتطالع لنفسك كيف؟ المر على من يخالط، إحنا بنسوي هذه المحاضرات، علشان في شباب كثيرة نعرفهم، جاءوا هنا يبغوا الفرصة الثانية، للأسف الشديد نظرا لأنهم خايفين وما يعرفوا يصرفوا، أتعرفوا على شباب كان لهم شهور هنا من غير أي فائدة، ما نجحوا ولا في حاجة، ما بيحضروا، ونظرا لأنه خايف بيتعرف عليهم، ويسوي زيهم، ولهم أولويات مختلفة تماما عن أولويات الطالب اللي يبغى يدور على الدراسة، وبالتالي يفشل زي فشلهم، وحيرجع زيهم، وحيقنعوه إنه لا يمكن إنك تعدل اللغة الإنجليزية في سنة، وإنه لا يمكن إنك تدخل الجامعة، وحيقنعوك المرء على دين خليله، وكل واحد فيكم على حسب ما ينظر لنفسه، سواء إذا أنت مبتعث لماستر، سواء إذا أنت مبتعث لبي اتش دي، الحياة ما رح تكون سهلة، سترسب، وما ستعدي، والإنجليزي سيكون صعب، وما ستجيب في التوفل من أول مرة، وستجيبه من المرة الثانية، وستجيبه من المرة الثالثة، لا بد المحاولة مرة ومرتين وثلاثة، لكن الفشل، قرار واختيار غير موجود المفروض يكون عندك، أنا يحزني كثير إنه ناس تجيهم الفرصة إنهم يحسنوا من وضعهم، وآباؤهم وأمهاتهم، كل ما يصلوا يدعوا لهم، وكل من سألهم قالوا هو في كندي يدرس، وهو بتروح عليه نومة، يوم، ويومين، وثلاثة، رحت لطالب بعد ثلاثة شهور، بعد ثلاثة شهور حضر عشرين في المية بين الحصص، ليش؟ قال تروح علي نومة، ثلاثة شهور تروح عليك نومة، غير مقبول أبدا، أبوك وأمك هناك اللي جالسين، استنوا؟ أبويا أنا لما الحمد لله رب يوفقني وقد إيش تعب في حياته يستنى ويشوف ويستحملني في ساعة فشلي؟ قدي إيش كانت فرحة لما أنا نجحت؟ إنت إيش سويت؟ هترجع عشان تقول إنها راحت نومة، ما قدرت تعاير الساعة، ما قدرت تصحى، ما قدرت تدرس اللغة الإنجليزية؟ شرحنا حتى كيف تدرس اللغة الإنجليزية، لابد من المحاولة مرة وإثنين لابد إنك تعاتب نفسك، تقول أنا أخطأت، إذا أرجعت بعد كذا، وأتزوجت وصار لك أطفال وكان راتبك ضعيف، لا تشتكي من قلة الوظائف، لا تشتكي من قلة المال، أشتكي إنك إنت جاتك الفرصة الثانية وما قدرت تستغلها، اللي ما يقدر استغل الفرصة الثانية هنا ما حيستغلها في مكان، هنا كل شيء مفتوح، رجاءنا الكل يحاول، لا أحد يحسب إنه هذا الشيء الواحد النجاح حين فيه، تعبنا ليالي وأيام وإحنا نسهر علشان ندرس، إذا أنت ما أنت مستعد إنك تضاعف إن لم يكن إلى ثلاثة أربعة أضعاف كمية الدراسة اللي أنت بتدرسها الآن، أنت ما رح تنجح، لا بد إنك تنجح وتقاتل لأنه جاتك الفرصة، ارتباطات عائلية غير موجودة، مصروف عليك، مدفع لك، ثمن دراستك، ما هو ناقصك أي شيء، رجاءنا الكل من الشباب اللي قبل ما يجوا على هنا واللي موجودين، استغلال الفرصة الثانية، تغيير نيتك، قول الفشل غير موجود، هذا المسيج اللي إحنا عليها الآن كل الشباب اللي حيقدمون لكم المحاضرات، هذا المسيج اللي إحنا بسببها، هذا بسبب إننا إحنا كلنا حزنانين، نحزن لما ما نلاقي الشباب بيعرفوا يتصرفوا، سوينا هذا كله علشان إحنا نحب بلدنا، نحب ديننا، نحب أبناء بلدنا، إحنا ما بنمزح في هذا الأمور، بنأخذها مخ هذا الجد علشان نوصل أفضل رسالة، كل شيء بيعمل لك رجاء إنك تحق وضعك وتعمل، ما في أحد مننا بيأخذ مال على هذا العمل، لكن كلنا علشان تشرفنا بمعرفة رجال، أشتغلوا على مدى سنة، حضروا الهنا كانوا ما يعرفوا كلمتين إنجليزي، لكن على مدى سنة نجحوا ودخلوا الجامعات، أنت ما حتقدر تجيب عذر لي ولا الأحد إذا أنت ما قدر تنجح، ما قدر تنجح نظرا لأنك ما سألت، وما عتبت نفسك ولا آمنت بقدرتك، لابد أنك تؤمن بقدرتك وتحاول عشر عشرين مرة لابد من النجاح، بهذه أنا أنهي الفقرة الأولى في سلسلة المحاضرات، جزاكم الله خير كلكم من الاستماع.